السؤال اللي بعد كده بيقول أنا جوزي بيخني بقاله 15 سنة لا حوله لا قوة إلا بالله وأنا مستحملة وصبر علشان أولادي ومش عايزة فضايح وأنا أشيل الهم الوحدي وهو مش معترف إنه بيعمل حاجة غلط قعدنا كتير واتكلمنا كتير بس هو مش شايف غير نفسه وبس فكرت كتير أتطلق بس مش قادرة أخذ الخطوة دي علشان أولادي وما دخلتش حد بيننا وبدع إن ربنا يهديه بس هيهديه إزاي وهو أصلا مش بيصلي وفكر نفسه إنه أقوى حاجة يعني أقوى حاجة في الدنيا وإنه يقدر يعمل كل حاجة أنا قرفت بمعنى الكلمة بس مش قادرة أتصرف ياريت تنصحني بس أنا مش هقدر أدخل حد ويعرف سرنا أنا مضطر أتكلم بصراحة شوية هو إذا كان بالوصف اللي أنت بتقوليه ده هو بيستغل اللي أنت ما بتدخليش حد ما تستعجليش أنا مش أصدي إنك تدخلي حد اللي هو مين أهلك أو أهله أنا أصدي في الأحوال اللي زي دي يتدخل متخصص يعني يتدخل حد لي علاقة بالإرشاد الزواجي لأن فكرة أنه هو بقى له 15 سنة بيخونك قد يكون ده بسبب شيء محتاج يدار أو محتاج أنه هو يحصل له دعم نفسي مثلا في بعض الأحيان لأنه هو مضمن اللي اللذة مثلا فأنا رأيي بشكل واضح عشان أنت كده أنا حاس برضو الكلام فيه نكهة وحس المظلومية أنا قدري كده بقى وأسلم بقى ومش هقدر أعمل أي حاجة لا 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 خالص عندنا في الإرشاد الزواجي قعدة ربنا خلق المشكلات عشان تتحلب أكتر من طريقة مش الطريقة أن أنت تصبري وتستهلاكي وتتعذبي أو أنك أنت تتطلقي لا في طرق تانية أنت بتقول إنه هو ما بيعترفش ليه ما بيعترفش لأنه ممكن تكون طريقة حضرتك أو طريقة إدارتك للملف ده مش أحسن طريقة ولزيك تفضلي حضرتك أنت وهو تعالوننا على مركز الإرشاد الزواجي فلزيك أنت بتسأليني أعمل إيه لا ما تفضليش تستهلكي نفسك كده طب يبقى تطلق لا ولا تطلقي أي حد بيجي يقول لنا أنا زوء أي حد أنا زوجي يخلني بيقول لي أتطلق وقول له لا تعال بقى نتكلم يعني إيه؟ لا ما تتطلقش وتعال بقى نتكلم ليه؟ لأن مهما حصل ممكن يبقى فيه إصلاح يبقى أنا رأيي إيه؟ إن إحنا محتاجين خبير وفكرة إن إنتي مش عايزة تكشف السر ده خلص نروح لحد ما يعرفناش اللي هو الخبير الزواجي وفتعالوا إلى الإرشاد ربنا سبحانه وتعالى جعل في هذا الوقت ما يسمى بالإرشاد الزواجي ليه؟ عشان الناس اللي هما بيخافوا من الفضيحة وبيخافوا من الشاشرة يروحوا لحد يساعدهم هما الاتنين على إنهم ما يخرجوا من ده يبقى أنت بتسألين تعملي إيه؟ تروحي لمركز الإرشاد الزواجي وتعالي نقعد نتكلم ونشوف إيه للسبب لأن الحكاية دي لازم تتعالج ليه؟ لأن أنت سواء شئتي أو أبيتي أولادك ممكن يكونوا بيعرفوا أو هما عارفين وإنت كمان أنت بتتعاملي بتتعاملي بطريقة أنت بتقول إن أنت أرفانة أكيد ده ظاهر عليك وأكيد ده حاصل للأولاد وأكيد الأرف ده أنا آسف بينتقل إلى أولادك ففي الحقيقة أنت مش بتضحي بساعتك أنت كمان بتضحي بأولادك أنا بقول للناس كلها ما حدش يرضى بالخيانة ما حدش يرضى بالإيه؟ بالخيانة روحوا حلوا موضوع الخيانة أي حد عنده أي حد بيخون ياخدوا ويروحوا للإرشاد الزواجي لأن الخيانة دي حاجة بتحس بيها الست أو حتى الراجل ما هو فيه ستات كمان بتخون بيحسوا بالمهانة فما بيقدروش يبتعدوا عن الانتقام فبيعيشوا وهم بينتقموا وهم حتى مش داريانين أوقات كثيرة تقولوا أنا عمري ما انتقمت أنا طول عمري مستحملة لا بننتقم بتنتقم حتى لو أن هي بتحس أنه هو مش مالعنيها فيه اللي حاصل فلما الأولاد يحتاجوا دعم من حد ما بتفكرش فيه فالأولاد يتعودوا على الدعم الخارجي فالدعم الخارجي اللي هو الاحتواء البديل يخلي الأولاد حسين دايماً اللي هما نقصهم حاجة فيحسوا أن هما أيتموا إن كانوا عايشين معهم أبوهم وده شعور بيخلي الإنسان مشتت جداً ده انت بتعرفوش شعور ده ممكن يعمل فيه في ولد أو ببنت أما بقى كلام لزوج حضرتك بقى يا رجل يا رجل عيب عليك كده يا أخي طب لو عملتها مرة أو اثنين أو ثلاثة كفاية فالموت وقتي بغتة والقبر صندوق العمل هتعمل ايه بالله عليك استفدت ايه هتستفيد ايه لما ييجي لو عندك ولدين أو ثلاثة لما ييجي أربعة متعلقين في رقابتك حضرت النبي قال إن من أعظم الاسم أن يضيع الرجل من يعول فييجي أربع أيال متعلقين في رقابتك لإنك أنت خاين وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا ده فيه يعمل إيه في خطبة داع ألا إن لكل غادر اللواء يا لعوة على الفضيحة يعني يوم القيامة هتيجي وعندك لواء كده هذه غدرة فلان أعوذ بالله بقول لكل الرجالة اللي هي غدارة وخينة هيتنصب ليك لواء يوم القيامة بغدرتك دي تعالوا أقول لكم إيه اللي أنا بشوفه من خيانة الرجالة بيعملوا إيه في الأولاد وخاصة مثلا البنات إزاي هي في الحقيقة لما تكون محرومة من الأب النموذج أو الأب المثال أو الأب الذي تحترمه هي مستعدية إن هي تكون سلعة لأي حد يقدم لها ويجدب عليها إنه هو مثالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على الفتنة اللي ممكن يعملها راجل لما يخون ويعيش بهذه الخيانة في حياته الخيانة على فكرة مش إنك أنت فضلت نفسك على حد الخيانة إن أنت دبحت الحد بخيانتك دي وإزايك حضرت النبي يقول أدي الأمانة لمن اتمنك ولا تخن من خانك يعني حتى لو حد خانك ما تخنوش فإزاي أنت قادر تداوم 15 سنة لو أنت بتعمل كده وقادر تداوم 15 سنة على الخيانة دي أنا بقول كده ليه لأن أنا عارف إن هي هتأخذ اللي بتاع ده واتعمل أول إجراء إن هي هتسمعه لك أنا عارف إن هي هتسمعك الكلام ده على فكرة أنت خيانتك 15 سنة دي أنت مختر بساطر ربنا عليك فإوعى إوعى تختر بساطر ربنا عليك مش هخوفك إن أنت إيه إذا أخذك ألم يفريتك كفايا بس إنه حسسك بإحساس إن أنت مش قادر تكون إنسان حقيقي من المؤمنين رجال صدقوا ما عادوا الله عليه أنت مش صادق أنت مش حقيقي سعادة الإنسان تبدأ بأنه يبقى حقيقي فحاول تبقى حقيقي حاول تخرج من الكتبة اللي أنت عايش فيها اللي أنتو